السلام عليكم اخوتي اخواتي كديرين باخير كدير من الاحوال مزيان تمنىكم تكونوا على اخر وباخير كان اعتدر على تأخر اللي تأخرت بزا بمحتش الفيديويات لسبب شخصي تمنىكم تكونوا على اخر وباخير ان شاء الله هنا اجبتلكم كيفاش تديروا الملاوية ديال الرفيصة كي يجيوا رائعين وسهلين بزا 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 بضغية تنجح معاكم هاتكون مبتدي الاول مرة تديرهم اتنجح معا ان شاء الله طريقة سهلة انا هنا اندي كمية كبيرة بزاف كنت اردت الى اخوتي والوالدة وهذا ودرس كمية بزاف عندي هنا تقريبا جوش كيلو ديال فرس كيلو دلفينو وشوية دلملحة صاف حسب الضغة اني تقريبا احد المعالقة كبيرة دلملحة ونخلط هنا طحين كامل كنخلطو كي تشوفو يعني ضروري يخصوه هاتف اشو كي يجيني سهل يعني فلانا ديما كان دلكوش بزافة لاجينة ما كانت تسدلكش كنخليها تسدلك راسا بيتيها والماء كي كن دافي يعني لكل برد كان الصيف يعني الماء من الربيني من الاحسن انا هنا كان البرد شوية ماشي بالصيف يعني استعملت الماء شوية دافي انا كم قنجمع كن دلمو كن حاوليني نجمع وعيني ميزاني انا مغسنيش للعجينة جيني جاريا ستكون قاطف راسا شويش قاصحة شوية بحل عجينة الملاوي هي كتكون قاصحة شي شويش انا نقول لكم علي جنافة تطلق مع جينة نطلق يعني كتاني ندير وحدة على وحدة وانتم يتبعوا معي وانتم تشوفوا الطريقة كي عندي لهذا الملاوي ديال الرفيصة انتم بعد ما جمعت لاجينة كي كتشوفوا دابة قصحة شويش كتزيدة انا جتني قصحة بثاف ديتها شويش دلمو واندي ندلكها شوية انا دراري وحدة اما دلقيها بثاف لما عندك شو الوقت انك كان عندير وقت يعني ندلكها شي شوية مشي بثاف واندي نديرها في بلاستيكو وخليها تطلق لخطر خطرها ندرتها في الصباح وخليتها تلاشية تلاوح شوية دزيز كيفاش ما تلسقليش في البلاستيكو بثاف نجمعها وانخليها تلاشية وعد نستعملها انها دي صوبتها اليوم على اساس انها قدعد باش ندير الرفيص لانا عندي كمية كبيرة تكن اندي غير شوي شا نديرها بوقتها يعني دك الساعة نفسها ننصوبها مش مشكلة ولكن ده بحث عندي كمية كبيرة يعني اضطرت اني نصوبها اليوم وغدعت نصوب الرفيص ايام بعد ما انطلقت مآيام بزيان انتم كشوفوا في قلب الخنشة كديرا يعني صارحة صارحة ان الخنشة عملية بزاف للك اطلق الملاوي لاجينك يجيوا رائيين بزاف بزاف لاباك ننقسمها ناخد واحد الكيمية لانا عنديها ونجبعك شي شوي ش لانا تشوفوا كيفاش مدلوكا يعني زيانة يعني صارحة انك تنقص عليك سمارة بزاف بزاف كان دهني ادي شوية الزيت وكان بقا نقويق هكا يعني قويق هات صغير وراين مشي كبارين بزاف والذين دهني هم مقلة صغيرة يديرون مصغير وراين انا عندي مقلة كبيره اضر تم كباب رائيين شي شوية بزاف والذين يكونوا على ياقين ان هم ساهلين وضغيات يطلعو مع اي واحد يكون مامرو دار اه 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 بزاف اضافة لتطلق اضافة لأجينة اضافة لتطلق كما تشوفوا المقلة اللي اندي هدي صوبتة صراحة رائعة رائعة بزاف بزاف يعني الحرشة الملاوي لهاشي هذا يعني صراحة كانت تهزلي واحد الكيمية كان صار بضغياء ضغياء لديه وضغياء لدول حل صراحة اشتا عندو احد سيدة او قد لا دروريس كسوا بالوحدة صوبتها لي ضيجة سياب الخير انتم ما كتشوفوا كانت جبل ملوية كانت لقها كانت لقها كانت لقها انطلقها 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 تكيبا ليس سطح العامل كانت جارقة بقى انطلق 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 مزيان كلما يعني ما كتتتطلق مزيان كتتصوبها بكري وكتخليها تطلق صراحة كتتطلق مزيان ما كتبقاش خاف انها تقطع ولا شي حاجة الا رواليتي او اما هذا يجب تاب شويش صراحة ما كتتقطع موال وانتم ما كتشوفوا السطح العامل كيبقى كيبا كننجيب هذه المغلة وكننحطها نيشن عليها نيشن انا نصوب واحدة كيمية وحدة فوق واحدة وحدة فوق واحدة وكان بقى انطلق يعني كتشي رقيقة نجيب حلو ورقة تقريبا ايه العافية تكون مهيلة ما تكونش عافية مجهدة العافية تكون مهيلة وانها تطيب على خاطر خاطرها ادي نتلقها بتانية ورقة واحدة اخرى وانا عندي نديرها فوق منها هدا هي الطريقة السهلة صراحة يعني وعملية ضغياء كتصبح الكيمية ضغياء ضغياء كتوجديها وكتفتح معك يعني مجرد انها دمين مي طابس هاد اللولة كتحتالها الاخرى كتطيب نمي كتتطيري كتقلبيها بحراء عوثاني كتطيب شويش امي كت physical healers انادي نتلق على جينة اخرى نتلق على جونة اخرى سوف نتلقها لها اخرى ونجملها من اخرى كمية كبيرة يبقى يتم تقلع مكان و يجب تقبل قيادة ثم نقل بلقى نقصة 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 لنقصة فقط نقصة يجب أن نقصة أن نقصة نقصة ثم نقصة ثم نقصة ثم نقصة تحتاج الى جياره و تجيبها و تسخنيه و تسخنيه و تسخنيه و تسخي فقم النهار انا سوف ندر معكم فيديو اخو و ان شاء الله كيفاش طريقة طيبة تدجاج ديالي انتم لا تشوفون بعد مقطعت هذا الكيمياء كمال كمية اللي عندي كام لكن نكملها كنسلها كنديرها في شاسية و لافطاسة و لايكل و من بعد من قلت لكي ملغدة ما كنا نستعملها هدي نسخنها في الكسكاشي شوي شوي شتسخن ما سبقاش هكا كترطاب و كنسقي لها بورماش ديالي و نتمنى ان نكون السفتم شرحت مزيان السفتم هاش تجربة لي درت و ما تنسونيش من الاشتراك و التعليق ما تنسونيش من التعليق محفز و تفعلوا الجرس باش ويقصلكم اي جديد لدينا في مرقة بورماج دجاج ديالي ان شاء الله ياربي در فيصة ثمنكم يكون لها الإعجاب لكم شكرا